بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نضع أمام أبناء شعبنا الكريم والرأي العام والسلطات التشريعية والرقابية الدستورية ملخص عن التقرير نصف السنوي الأول لأداء وسير إنجاز الجهاز الحكومي للبردامج الوزاري الذي أقر في 12 كانون الأول من العام 2022 وضعت الحكومة أولويات في بردامجنا الوزاري وانطلاقا من رؤيتنا بأهمية أن يذهب البردامج الحكومي إلى التطبيق وليس مجرد أوراق وخطاب إنشائي لذلك حظى هذا البردامج بمتابعة متواصلة من لجلسة مجلس الوزراء الذي أقر فيه البردامج وصولا إلى الجلسة الأخيرة التي أقر فيها هذا التقرير في آخر جلسة في عشرين حزيران هذا هو خلاصة العمل الحكومي في الأشهر الستة الأولى والكل يعلم أن هذا العمل أنجز بدون موازنة عام 2022 لم تكن هناك موازنة وعملنا بما موجود من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة وفق القوانين السارية هذا التقرير أيضا سبق تقرير الأيام المئة الأولى من عمر الحكومة هو تأسيس للمتابعة الشعبية والبرلمانية لما تنجزه الحكومة وأداء لتمكين هذه الجهات من تقييم مستوى الأداء وتقويم لكل مفصل من مفاصل الأجهزة الخدمية نحن انطلقنا برؤية واقعية ماذا يحتاج البلد ما هي أولويات المواطن هذا هو أساس عملنا لم نتحدث عن خطط شاملة ومتشعبة بقدر ما كنا نركز على أولويات وبنفس الوقت نعمل في كل مسارات ملفات الدولة بنفس الاهتمام لكن الأولوية والتركيز اللي هي مضامين وعناوين خمسة والتي تتمثل بتخفيف البطالة والفقر وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وبنفس الوقت مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وضعنا أولوية المشاريع المتلكئة كمنجز أو كهدف مهم للوصول إلى تحسين الخدمات والكل يعلم أن أغلب المشاريع المتلكئة هي مشاريع خدمية منذ أعوام بسبب سوء الإدارة قلة التخصيصات أو كونها ملفات فساد موجودة لدى الجهات الرقابية لذلك كانت الأولوية في حصر هذه المشاريع والإسراع بإنجازها وتدليل كل المعوقات من خلال متابعة ميدانية واجتماعات متواصلة على مستوى اللجان حتى نتجاوز هذه العقبات الإدارية المالية الفنية الرقابية كان واحد من أهم الملفات التي أنجزت والتي كانت معطلة والتي يتمثل خطوة إصلاحية حقيقية في مجال الاستثمار الأمثل لثروة النفط والغاز في العراق هو إطلاق الجولة الخامسة وإبرام العقود مع الشركات العربية والأجنبية أيضاً أعلننا عن جولة مكملة للتراخيص الخامسة وأعلننا عن الجولة السالسة لأول مرة العراق يستثمر ثروة الغاز هذه الثروة المعطلة طيلة أعوام أكدنا على كمال مشاريع المؤسسات الصحية خلال هذه الفترة تمكننا من إنجاز خمسة وعشرين مؤسسة صحية بين مستشفى ومركز تخصصي بعضهم تم افتتاحها من قبلنا وبعض الآخر افتتح من قبل السادة الوزراء والمحافظين وكان من أبرز المستشفيات التي تم افتتاحها مستشفى السياب في البصرة ومستشفى في صلاح الدين وكذلك مركز الديلزة التخصصي في مدينة الطيب ومركز أمراض الدم في الموصل فضلاً عن نحو عشرين مركز صحي وعيادة كما باشرنا بحملة تأهيل العدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات وسبق وأن افتتحنا أكثر من مستشفى في الكاظمية وابن البلدي والطفل على مستوى المدارس هذا الملف للأسف يعاني من تلك واضح سواء كان على صعيد مشروع رقم واحد أو باقي المشاريع المجمل أنه في هذه الفترة أنجز بحدود 414 مدرسة توزعت على عدة محافظات افتتحنا في بغداد 42 مدرسة في البصرة 64 مدرسة ووزارة التربية افتتحت مدارس أخرى في باقي المحافظات كان هناك أيضاً تأهيل لـ 300 مبنى مدرسي والعمل مستمر لبناء ألفين مدرسة على مستوى مشاريع الطرق المتلكة أنجز تأهيل 170 كم من الطرق الخارجية وتأهيل مقاطع متعددة من طريق المرور السريع وأيضاً أكملنا افتتاح طريق اليوسفية الدورة 14 كم وهو من الطرق الحيوية المهمة في بغداد التي ساهمت في تخبيب الازدحامات مصفة كربلاء واحد من المشاريع التي شهدت تلكؤ في السنوات الماضية لله الحمد تم إدخاله إلى الخدمة الإنتاجية بطاقة 140 ألف برميل باليوم إنجاز هذا المشروع الحيوي سوف يوفر للعراق بحدود 3 مليار دولار كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية من خارج العراق أيضاً كانت لنا زيارة إلى محافظة الديوانية حيث تم إقرار مشروع توسعة مصفة الشنافية وكذلك باشرنا بمشروع التحول الرقمي للشركة العامة الإتصالات والمعلوماتية وأنجز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السبرانية العمل مستمر في مشاريع الوزارات والمحافظات مشاريع خدمية مشاريع الماء والصرف الصحي والبلدية في مختلف المحافظات وركزنا على المشاريع التي تراوحت نسب إنجازها 7% فما فوق هناك أيضاً إنجاز لملعب الميناء الأولمبي في البصرة وافتتح في بطولة خليجي 25 كذلك تم استكمال أعمال الصيانة للسدود والخزانات والنواظم وأعمال إتمام مشاريع الاستصلاح المتكامل ضمن مشاريع وزارة الموارد المائية كانت متوقفة اليوم ولله الحمد مستمرة بهمة المنتسبين والشركات المنفذة في ملف الخدمات أيضاً بدأت الحكومة بتجربة ناجحة ولله الحمد مشروع الجهد الخدمي الهندسي حيث تم حجد مجموعة كبيرة من الآليات من هيئة الحجد الشعبي والوزارات والمحافظات ووجهت لإكمال الخدمات في مناطق سكنية مأهولة بالسكان أنجزت فيها خدمات من قبل الأهالي كان العمل على تقييم هذه الخدمات وتأهيلها وإكمال باقي الخدمات البلدية من فتح الشوارع والأرصفة وتحديث الشبكة الكهربائية وبنفس الوقت تحديث وتأهيل المدارس الموجودة في نفس الأحياء السكنية كانت خدمات متكاملة استثمرنا فيها مبالغ بسيطة ضمن ميزانية مكتب رئيس مجلس الوزراء لكن تركت أثر كبير في تغيير الواقع الخدمي في أكثر من حي في منطقة في بغداد والمحافظات بحدود 56 مشروع و30 حملة خلال هذه الحملة أيضا تم توزيع 184.797 رحلة مدرسية في حملة الجهد الخدمي والهندسي والحملة مستمرة تم اعداد تصاميم أساسية وتبصيلية للمدن الجديدة في بغداد هذا واحد من المشاريع الرائدة لحل أزمة السكن قلنا سابقا في مناسبة أن الحل وتوجه الحكومة هو إنشاء مدن سكنية متكاملة كل الخدمات والفعاليات الاقتصادية سوف تكون متاحة لسكنة هذه المدن أعلننا عن خمسة مدن في بغداد والمحافظات والإجراءات مستمرة لتهيئة المدن الأخرى وفق رؤية وموديل يسمح للمواطن بالحصول على وحدة سكنية أغلب المشاريع السكنية من مجمعات للأسف سابقا لم تكن هذه الوحدات السكنية متاحة للفئات المتوسطة الدخل وبالتأكيد الفقيرة أطلقنا واحد من أهم المشاريع في بغداد منذ الثمانينات لم تشهد بغداد هكذا مشاريع تتعلق بالجسور والطرق والمجسرات المرحلة الأولى 19 مشروع وسوف تستمر إلى 35 مشروع في باقي المحافظات سوف تساهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتنفذ من خلال شركات خضعت لمراحل من التأهيل المسبق هذه المشاريع مثل ما ذكرت لأول مرة وسوف تكون نقلة نوعية لتقديم الخدمة للمواطنين عموما في كل المحافظات وخصوصا في محافظة بغداد التي تواجه واحدة من أسوأ المشاكل البيئية التي هي مشكلة الازدحامات وما لها من تأثيرات كثيرة على مستوى الوقت والعمل والوضع المعيشي فضلا على الوضع البيئي والصحي باشرنا بالتحول الرقمي والأتمة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية هذا واحد من الأساليب المطلوبة لغلق منافذ الفساد وهو أحد المعايير أداء وفاعلية وكفاءة كل وزارة بصراحة كان حديثنا واضح مع السيدات والسادة في أعضاء مجلس الوزراء بشأن هذا الملف المهم أطلقنا الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق للأعوام 2231 نعاول عليها كثيرا لتصحيح مسارات ملف التربية والتعليم الذي يمثل نقطة شروع لبناء مجتمع سليم قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الكبيرة والسريعة هناك أعمال تجرى بشكل مستمر في مجال بيانات مسح واقع السكن العشوائي حتى نحدد الفئات التي ممكن أن تشمل في المدن السكنية أو الإجراءات التي ستتخذ من أجل معالجة أزمة السكن وزارة الداخلية افتتحت منظومة إصدار الجواز الإلكتروني وبدأت تفتح مكاتبها في عموم أنحاء العراق بشكل مستمر إن شاء الله حتى نمكن المواطن من الحصول على الجواز في شكل يسير في ملف الكهرباء ولا زال الحديث عن محور الخدمات الكهرباء تحدي والحكومة وضعت هذا الملف منذ الأيام الأولى في متابعة دقيقة لكل مفاصل هذا القطاع بدأنا أمام استعدادات الموسم الصيفي الذي يمر علينا الآن وضعنا خطة سريعة وأرجع وأذكر في ظل عدم موجود موازنة وضعنا خطة سريعة لإكمال الصيانة في كل المحطات بالإمكانيات المتاحة في وقت وكان الصرف 1 على 12 لعدم موجود قانون موازنة في 22 الصيانة تمثل أحد أهم الأركان المهمة لتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف حيث كانت أغلب أعمال الصيانات تجرى قبل فترة قليلة أو أثناء فترة الصيف وهذا مما يفاقم من حجم المشكلة اليوم ولله الحمد كل محطات تتعمل بدون استثناء لأنها كلها خضعت إلى أعمال الصيانة بنفس الوقت وقعنا عقود مع شركات عالمية سيمينز وجنرال إليكتريك بشأن صيانات طويلة الأمد كل عقد وقعنا خمس سنوات وفرنا بحدود 30% من الكلف وبنفس الوقت ضمن للوزارة أن تجرى أعمال الصيانة مع الشركات المصنعة للتوربينات وهذا نقدر نقول عليه نقلة نوعية لأنه كانت أعمال الصيانة تتم من خلال شركات وسيطة مع هذه الشركات وما يعني هذا الملف فالصيانة المبكرة مع إكمال محطات كانت قيد التنفيذ في صلاح الدين أضافت أنه 600 ميجاوار مع تحسين واقع النقل والتوزيع على سبيل المثال مد 311 كيلو متر المغذيات الـ 11 والـ 33 كيلو متر وتمديد 923 كيلو متر من خطوط النقل الكهربائي 25 محطة ثانوية في قطاع النقل 129 محطة ثانوية في قطاع التوزيع هذه كلها جهود خلال هذه الفترة لفك الاختناقات والتهيئة لهذا الموسم موسم الصيف الحالي هذا أيضا منظومة التبريد التي ستفتتح إن شاء الله خلال يومين وفرت لنا بحدود 700 ميجاوار منظومة التبريد للمحطات بحدود 40 محطة في كل أنحاء العراق هذه الإجراءات هي التي أوصلتنا إلى أن يكون يرتفع إنتاج الطاقة الكهربائية لأول مرة في تاريخ العراق إلى 26 ألف ميجاوارد مع تعقيدات تجهيز الغاز المستورد وعمليات الصرف ومشاكل حافظنا على هذه الخدمة للمواطنين كان مخطط في وجود استمرارية الوقود وخصوصا الغاز أن نصل إلى مديات أكبر لكن مع مشاريع الحكومة باتجاه استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي إن شاء الله ننتهي من مسألة الاستيراد ونحتمد على ما لدينا من ثروة غاز حتى نشغل كامل محطاتنا بكل إنسيابية بدأنا بإحالة عقود لمشاريع الدورة المركبة هذه المشاريع طبعاً هذه من الخطوات المهمة لزيد الطاقة الإنتاجية على المدى القريب إن شاء الله والمتوسط هذه المشاريع إكمالها سيوفرنا 3000 ميجاوارد مشاريع الدورات المركبة والتي كانت معطلة قسم منها كانت تعطى للمستثمرين كان قرارنا أن تنفذ من خلال الوزارة وتضاف إلى الجهد الوطني أيضاً أكملنا الاستعدادات للإعلان عن الفرص الاستثمارية للمحطات الكهربائية الجديدة التي ستنفذ من قبل المستثمرين وهذه بالتأكيد خطة متوسطة وبعيدة المدى ستضيف للمجمع للطاقة الكهربائية بدأنا بمشروع بالتعاقد مع جهة استشارية لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية والخاص بالجباية بدون الجباية بالتأكيد لن نتمكن من تغطية كلف إنتاج الكهرباء لازمنا في محور الخدمات في ملف الصحة تم إبرام عقود تجهيز موسعة لأدوية السرطان وعقود لصيانة أجهزة الماموغراف وتجهيز أجهزة المعجلات الخطية لعموم مستشفيات ومراكز العراق رفعنا نسبة التغطية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والخدمية والمواد والفحوصات التشخيصية المختبرية للرعاية الصحية وزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية لتنظيم الأسرة هذه كلها مفاصل مهمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية بدأنا بتفعيل قانون الضمان الصحي وتم اختيار 300 ألف موظف لإدخالهم للقانون والاستقطاعات والبدأ بتقديم الخدمات الصحية المشمولة بالضمان وبشكل تدريجي من شأن تنفيذ قانون الضمان الصحي أن نغير فلسفة هذا النظام والخدمة الصحية المطلوبة للمستوى الأفضل الذي يستحق أبناء شعبنا في جانب الصحة وما يتعلق بالدواء وضعنا سياسة دوائية جديدة بنيت على حوار معمق مع المنتجين مع النقابات والاتحادات وكل الأطراف الرسمية والقطاع الخاص ووصلنا إلى حزمة من الإجراءات تم المصادقة عليها وبقرار من مجلس الوزراء وأطلقت وبدأت المؤشرات الإيجابية عن توجه منتجين للأدوية لإضافة خطوط إنتاجية ومصانع ومعامل بغية توفير الدواء من منتج وطني خاضع للفحص حتى نتجنب واحدة من الإشكاليات التي يعانى منها هذا القطاع هو وجود الدواء غير المفحوص من خلال دخوله بالتهريب وبطرق غير شرعية في مجال مكافحة الفقر هذه الأولويات المهمة ارتفع نسبة الفقر في العراق لعدة ظروف منها جائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي وعدم موجود موازنات وعدم الدقة فضلا عن الفساد في تحديد المستحقين لشبكة الحماية الاجتماعية لله الحمد تم اطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت فيها مليونين أسرة من الأسر التي قدمت من مختلف المنافذ نسميها ورقيا أو إلكترونيا لحد الآن أنجزنا بحث مليون وربعمائة ألف أسرة وهذا رقم قياسي غير مسبوق في كل الحكومات السابقة لأنه وفرنا كل السبل للباحثين الاجتماعيين وبدعم مطلق وبمشاركة من كل الفعاليات الرسمية والشعبية وصلنا إلى هذا الرقم مكننا من تسليم لعنات النقدية لما يقارب 492 ألف على مراحل أيضا تم شمول توسعة شمول لراتب المعين المتفرع وزيادة رواتبهم مع استكمال وشمول 430 ألف معاق بهذا الراتب إطلاق خدمة مضلة الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بنفس الوقت كانت عملية البحث أفرزت أسر وأفراد غير مستحقة هذا وفر لنا استرداد مبالغ وصلت إلى 150 مليار دينار وهذا رقم كبير وهو جزء من الإصلاحات الحقيقية لشبكة الحماية الاجتماعية أن نوجه هذه الموارد هذه الأموال للمستحقين وبنفس الوقت نتابع الأسر والأفراد غير المستحقة المتجاوزة للضوابط والتعليم سوف تسترد هذه المبالغ باستقطاعات من قبل الدوائر المختصة وفرنا بهذه الحالة هذا المبلغ اللي راح نحوله إلى المستحقين ورح نتوسع بالشمول أيضاً المعالجة معالجة الفقر لا تقتصر على الإعانة النقدية نحن زيدنا مساحة الشمول في موازنة 24 و 25 لكن ذهبنا إلى أبعد من ذلك لمعالجة الفقر في تحسين مفردات البطاقة التموينية لهذه الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وهذه خطوة أولية لإصلاح نظام البطاقة التموينية في أن تكون هذه الفئة هي محطة الرعاية والاهتمام في معالجة الفقر عدد الأفراد المشمولة بالسلة الغذائية من المشمولين بالحماية الاجتماعية خمس ملايين و 871 ألف فرد تم توزيح خمس سلات غذائية من حيث النوع والكم لحد الآن والوجبة السادسة حاليا جارية توزيحها طبعا أيضا شمل الأسر النازحة بحدود 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية بدأنا بتحسين هذا البعد الثالث الإعانة النقدية والغذاء البعد الثالث تحسين قدمات التربية والتعليم الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وضعنا مبالغ لمنحة الطلاب والتلاميب لأبناء هذه الأسر حتى يتمكنون من الاستمرار بإكمال مراحلهم الدراسية وحتى نمنع توارث الفقر في هذه العائلة من يكون عنده تعليم من يكون عنده نظام صحي من يكون عنده سكن بالتأكيد سوف تنهي الفقر بشكل جذري هذا هو توجهنا لمعالجة الفقر بنفس الوقت نطعنا مساحة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ممن هو قادر على العمل أن نوفر له قرض لتنفيذ مشروع ودعمنا مشاريع صغيرة وأطلقنا مئة ألف قرض بالإمكان المشمول أنه يترك الإعانة النقدية وأنه يأخذ القرض ويأسس له مشروع يكون مصدر معيشي له ولأفراد السرد في معالجة البطالة وتوفير فرص العمل الحكومة انتخذت منذ الأشهر الأولى لبداية عملها قرارات جريئة فيها أنصاف للمواطنين من أبنائنا الخريجين بمختلف العناوين من الشهادات العليا والخريجين الأوائل والعقود والمحاضرين ومختلف الجور اليومية ومثل ما ذكرت قرارات 315 وقرارات أخرى من مجلس الوزراء كانت مشكلة ومعاناة لأكثر من 600 ألف من أبنائنا بين خريجين وعقود لم يشملوا بالتثبيت ورغم موجود قوانين كانت تنص على حقيتهم بالتثبيت سواء كان بالتعيين بشكل مباشر مثل الشهادات العليا والخريجين الأوائل أو المهن الطبية أو العقود ممن أمضى خمس سنوات أو سنتين خدمة في كعقد أو أجر اتخذنا هذا القرار وساهمنا في تحقيق هذا الاستقرار المعيشي الاجتماعي الوظيفي لهذه النخبة الكريمة من أبنائنا بالتأكيد طموحنا أن نوفر فرص العمل لكل أبنائنا الخريجين لكن وفق سياسة الحكومة ومنهجية عملها في عدم التركيز على التوظيف الحكومي والذهاب إلى دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من مساندة الحكومة في توليد فرص العمل طبعا على وين كثير المحاضرين المجانيين الإداريين المتعاقدين الدرجات أيضا متعاقدين في فضية الانتخابات وشركات التمويل الذاتي وكذلك المتعاقدين والإجهور اليومية في أغلب الوزارات والمحافظات لا يخلو اجتماع لمجلس الوزراء من قرار لمعالجة هذه الفئات هو لله الحمد أكملنا النسبة الأكبر من حل مشاكله ما متبقي هو موجود سوف يكون محط أنظرنا في الموازنة الثلاثة وعشرين ونعالج هذه المشاكل بما متاح أمامنا من تخصيصات مالية وسنة قانونية بنفس الوقت ساهمنا في شمول خمسة وستين ألف عام جديد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي بلغ العدد التراكم للمضمونين 330 ألف هذا رقم مهم طموحنا أن يصعد هذا العدد حتى نشمل كل العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي هذه التشجع الذي يعمل بالقطاع الخاص يكون حقوقه وامتيازاته نفس حقوق وامتيازات الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي لذلك فحكومة لم تتردد في إبلاغ اللجنة العمل النيابية في دعم صندوق القطاع الخاص صندوق الضمان الاجتماعي وعلى هذا الأساس شرع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي يمثل إصلاح هيكلي للقطاع الخاص وتحقيق العدالة في مساواة امتيازات ومناح وكل الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمقابل نحن نركز على ضبط ملف العمال الأجنبية في العراق في جملة قرارات في هذا المجال أيضا هناك عمل خلال هذه الستة أشهر في رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى تسهم في توفير فرص العمل وضعنا ملف التدريب المهني ضمن الأولويات في نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل لا يملكون المهارات الأساسية التي يتمكنهم من دخول سوق العمل أو حتى الحصول على قرض وتأسيس مشروع هذا يراد لدورة تدريبية حتى نأهله نمكنه من يطور مهاراته وعمله ويأسس إلى تنفيذ مشروع لذلك أطلقنا واحد من أهم المبادرات هذه تشمل حتى الخريجين التي هي إطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل بدعم فئات الطلبة والشباب وتمكينهم وتطوير طاقاتهم الإبداعية وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة في نظام التطبيق الإلكتروني بعيدا عن المراجعة والتجمهر أمام مراكز التشغيل أو التدريب المهني كانت تجربة رائدة ولله الحمد عمل عليها مجموعة من المختصين من المستشارين ووزارات واليوم الطلب متاح في الوجبة الأولى 180 ألف طلب نستهدف منهم 100 ألف ندخنهم في دورات سريعة ونهيئ لهم قروض ونبقى معاهم كمستشارين حتى يأسسون مشاريعهم وينجحون طبعا قدمنا طلبات وقرارات في رفع رؤوس أمال المصارف المانحة لقروض المشاريع المدرة في العولوية الأخرى التي تتعلق في مسار مواجهة الفساد المالي والإداري ابتداء ذهبنا إلى إصلاحات جذرية في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لا يمكن أن ننطلق بمكافحة الفساد بدون وجود مؤسسات نزيهة متمكنة قادرة على تنفيذ هذه العملية الوطنية والشرعية والأخلاقية الفساد هو التحدي الأبرز والأخطر لكل سياسات وبرامج الدولة العراقية لذلك كان إصلاح المؤسسات الرقابية في قائمة أولويات عمل هذه الحكومة خلال هذه ستة أشهر ثم شكلنا الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة كبار الفاسدية اليوم نعمل وفق إجراءات قانونية قانونية دستورية مهنية مو اجتهادات من قبل المسؤول كما حصل في السابق وترك آثار سلبية على عملية مكافحة الفساد لا كل إجراءاتنا تخضع للقضاء للقانون بكل مهنية وبتوفير كامل الضمانات الدستورية للمتهمين في هذه العملية وجهنا كل الوزارات وكان واحد من أهم المعايير اللي اعتمدت لتقييم الوزير بمراجعة كافة العقود المبرمة في السنوات الماضية لأنه الوزير اليوم بمجرد باشر بعمله هو مسؤول عن كل ما موجود يعني مو قضية أنه والله هذا العقد في زمن الوزير السابق لا حتى الوزير السابق والأسبق أنت مسؤول عن المال العام في هذه الوزارة اتدق كل الملفات وتشخص وين أكل خلل وين الهدر بالمال العام حتى يتخذ الإجراء بحق من ساهمه في هدر المال العام وأكدنا على الوزراء وحاشية الوزير وفي أول جلسة أنه مريد مدير مكتب يجي من جهة سياسية أو حزبية ويكون هو صاحب القرار هذا واحد من المؤشرات التي ثبتت على الحكومات السابقة ونحن نتابع ونراقب هذه الظاهرة ونمنع تكرارها إن شاء الله ذهبنا إلى التعاقد مع شركات عالمية للتدقيق المالي زيادة في التحقق من سلامة الإجراءات من تعقب الفاسدين من الحفاظ على المال العام ذهبنا إلى التعاقد مع شركات عالمية لتدقيق مؤسساتنا وسياقات الصرف في الدولة العراقية أنجزنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد جعلنا مسألة التعاون في استرداد الأموال والمطلوبين محور أساسي في علاقاتنا الخارجية لا يخلو لقاء مع أي مسؤول في داخل العراق أو خارج العراق بدون التطرق إلى دور وإجراءات هذه الدولة أو تلك في مساعدة العراق في استرداد الأموال أغلب الأموال التي سرقت وأغلب المتورطين الذين استباحوا المال العام هم خارج العراق في دول أقليمية ومختلف أرجال عالة نحن عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الأمم المتحدة وبالتالي لزاماً على المجتمع الدولي أن يتعاون مع العراق في استرداد المطلوبين والمال العام طبعاً بدنا بإجراءات اليوم مكافحة الفساد وليست فقط إجراءات عقابية وردع يحتاج أن يكون هناك صياغة للإجراءات التعاقد والأمور الإدارية والمالية هذا اللي نسمي الجانب الوقائي والتدقيق المالي الذي يقطع الطريق على ضعاف النفوس اللي يستخدمون النفاذ في ضعف الإجراءات واحد من أهم الملفات في مكافحة الفساد هو كان تهريب النفط شبكة كبيرة تم مسكها وكشفها وللأسف كانت جزء من أجهزة أمنية للأسف مرة ثانية كانت مكلفة بحماية الخطوط النقل للنفط الخام والمصافي ومشاكل هذه الشبكة اعترفت بمسؤوليتها وتم إلقاء القبض على كل أفرادها وهم الآن مدعون في السجون بانتظار المحاكمة كشف هذه الشبكة ساهم في توفر المشتقات النفطية واختفت مظاهر الازدحام في أغلب المحافظات وقطعنا نزيف للمال العام لثروة النفط اللي كان هؤلاء يستثمرون وجودهم غطاءهم الأمني بالتعاون مع السراق المال العام بدأنا بتطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات شكلنا لجنة تطقيقية مختصة لمراجعة العمولات اللي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني واللي عانى منها الموظف والمتقاعد هناك متابعة مستمرة لغسيل الأممال وتمويل الإرهاب ونشاط كبير وغير مسبوق للأجهزة الرسمية في هذا المجال أكدنا على حكمة الدوائر الحكومية وخصوصا ذات الطابع الخدمي لتقليل احتكاك بين المراجع وموظفي الدولة ونعمل بشكل حفيث وفي كل جلسة نطرح هذا الموضوع هو حساب الخزينة الموحد بوجود هذا الحساب سوف نقطع الطريق على سرقة البال العام إن شاء الله يتم إنجازه هذا الحساب حتى الموحد حتى نضبط الأموال في الدولة ونعرف وين هذه الأموال تحركت كيف انصرفت بالتأكيد هناك إجراءات كثيرة إدارية ومالية ومثل ما ذكرت المجتمع الدولي طرف مهم في استراد الأموال والمطلوبين هذه الإجراءات كلها في مجال مكافحة الفساد مطلوبة وكشف القضايا الكبرى أيضا مطلوب ومهم وأخص بالذكر هذه السرقة التي تسمى بسرقة القرن وهي واحدة من الملحفات الصارخة لاستباحة المال العام والالتخادم والتواطئ الذي حصل بين سراق المال العام ومؤسسات رسمية ومؤسسات حزبية كلها متورطة في سرقة ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار دينار نسمع هنا أو هناك أن الدولة غير جادة في محاسبة أو متابعة سراق هذا الملف الضمانات أو الأمانات الضريبية بالتأكيد هذا غير دقيق هذا الملف يخضع لمتابعة يومية من قبل الحكومة مع كل الجهات المعنية ونحن لنا ثقة مطلقة بالقضاء العراقي الذي يتابع الملف بشكل دقيق كونه الجهة الماسكة لهذا الملف بكل تفاصيل لا بل أقول إن مصداقية الدولة العراقية بكل سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مرهونة في هذا الملف في كشف المتورطين من السراق أيًا كانوا مسؤولين مهما كانت درجاتهم في الدولة وأيًا كانت الجهات السياسية المتورطة هذه المصداقية مرهونة في هذا الملف في استرداد المال العام واسترداد المطلوبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة اليوم هناك طلبات باسترداد هذه الأموال اللي هي أمانات يعني ما معناه أن الدولة سوف تخسر ثلاثة رليون وسبعمائة مليار من جديد حتى تتفحل الشركات والأفراد الذين لديهم التزام مع دائرة الضريبة نؤكد بأن الحكومة تتواصل بشكل مستمر لا والغ إذا أقول يومياً مع القضاء العراقي الذي نكون له كل التقدير والإحترام في التصدي بهذا الملف وكشف كل المتورطين واسترداد المال العام في مجال الإصلاح الإداري منذ اليوم الأول قلنا أن وضع الخطط شيء مهم لكن بدون وجود أدوات ناجحة لا يمكن لأي عمل ينجز على مختلف المستويات لذلك وضعنا آليات للمتابعة وتقييم الأداء على مختلف المستويات بدأنا بالمدراء العامين وسوف نستمر مع الوكلة مع المستشارين وصولاً إلى تقييم الوزراء الإصلاح الاقتصادي واحد من الأولويات الحاكمة في ظل ارتفاع انفاقات الدولة والتزامات تجاه المواطنين والشعب وفي ظل استمرار أن النفط هو المصدر الوحيد لتمويل هذه الموازنة لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أبداً لا يمكن أن نرهن مستقبل البلد مستقبل الأجيال على أسعار النفط التي لا يمكن الوثوق أو الاعتماد عليها في ظل المتغيرات الدولية لذلك ذهبنا باتجاه تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة في الصناعة أقمنا مؤتمر مهم لأول مرة مؤتمر نوعي حول الاستثمار المعدني والبترو كيمياوي والأسمدة جرى فيه الإعلان عن الفرص الاستثمارية وشهد وجود 600 شركة قطاع خاص بين محلي وعربي وأجنبي العمل مستمر لإكمال وتأهيل مصدع الحديد والصلب في البصرة الذي يمثل واحد من المشاريع الستراتيجية ومن المؤمل أن يتم إكماله خلال هذا العام فضلاً عن باقي المصانع والمدن الصناعية التي نعمل على إنجازها في الزراعة لله الحمد شهدنا موسم زراعي هو الأنجح في تاريخ العراق تمكننا فيه من تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي بالأرقام لغاية اليوم نحن تجاوزنا الأربعة مليون وخمسمائة ألف طن هذا يعني أننا لدينا خزين لمدة عام الحكومة دخلت اليوم أريد أتحدث بشكل علني جزء في بداية عمل الحكومة ما قدرت أتحدث بسبب عدم التسبب بالهلع وارتفاع الأسعار دخلت الحكومة لمهام عملها في سبع وعشرين عشرة ألفين واثنين وعشرين كان خزين الحنطة يعني الطحين بالنسبة لهذه المادة المهمة للشعب كان الخزين في وزارة التجارة لا يكفي لنصف شهر نصف شهر وكانت الأسعار مرتفعة والبلد بدون موازنة بهذه الظروف واجهنا المهمة والمسؤولية وتمكننا من الانطلاق بقوة نحو تعاقدات مع مجلس القمح الأمريكي والإسترالي وفرنا مليون طين وبدأنا نواجه ارتفاع الأسعار ولله الحمد حافظنا على عدم تأثر المواطن بهذه الأسعار إلى حد ما من خلال انسيابية وديمومة تجهيز البطاقة التموينية ومادة الطحين اليوم من خلال هذا الموسم الزراعي استطعنا أن نؤمن خزين ستراتيجي لمادة ستراتيجية مهمة من مادة الطحين طبعا جاء وفق أيضا تخطيط ونجاح ساحمت في كل الوزارات الزراعة الموارد المائية المحافظين المالية التجارة بالمقدمة نجاحنا في الموسم التسويق تمكننا أيضا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72 ساعة وهذا أيضا إجراء وتطور غير مسبوك في دعم الفلاحين أن يحصلون على مستحقاتهم حتى يبدون للاستعداد إن شاء الله للموسم الزراعي القادم ويغطون ديونهم أثناء العملية الزراعية لهذا الموسم في مجال مهم أيضا وضمن الإصلاحات الاقتصادية واجهنا موضوع تقلبات سعر صرف الدولار وواجهنا هذا الاستحقاق الذي لم ينفذ في الحكومات السابقة ورغم الاتفاق مع الجهات الدولية الفدرالية والخزانة الأمريكية واجهنا بكل إرادة وكل عزيمة واستطعنا أن نصل اليوم إلى تجارة حقيقية وصحيحة تحظى بثقة النظام المصرفي العالمي اليوم أكثر من 85% من تجارتنا من خلال المنصة الإلكترونية من خلال الامتثال للمعايير الدولية نعم لا زال هناك سعر موازي فيه تقلبات لكنه بالتأكيد لن يصمد أمام إجراءات البنق المركزي لن يصمد أمام إصرار الدولة على توفير السعر الرسمي لكل الفعاليات المواطنين التجار والالتزامات المختلفة اليوم أي مواطن يستطيع الحصول على الدولار أو السعر الرسمي إذا كان طالب أو لغرض العلاج أو للسفر أو للتجارة فهناك منافذ عدة وضعت أمام الخيارات لكي يحصل عليه السعر الرسمي اللي يذهب للسعر الموازي هو للتهريب لغسيل الأموال ماكو غيرها اليوم التاجر أمام عدة خيارات من بنوق مراسلة من مصارف من شركات صغيرة فكلها توفر للدولار أو السعر الرسمي اللي يروح للسعر الموازي هو يتهرب عدة غسيل أموال عنده تجارة مشبوهة وهذه لن تدوم إن شاء الله بحكم الإجراءات المتواصلة كل أسبوع أسبوعين عدنا إجراءة نضيق فيه الخناق عن المضاربين والذين لا يريدون الإنصياع إلى هذه المعايير الرسمية طبعا عملنا لأول مرة طبقنا نظام شامل للأتمة أتمة القمارك بجهود ذاتية بجهود وطنية من شبابنا من أبنائنا من موظفيننا وهذه الجهود لن تختلف على نظام الأسيكودة المتعاقدة عليها معاوزات مالية والذي استمر إلى 2028 ضمن الإصلاحات الاقتصادية اليوم أقرنا صندوق مهم الذي هو صندوق العراق للتنمية في موازنة موازنة قدمناها لثلاث سنوات الحكومة قدمت موازنة لثلاث سنوات لأول مرة هناك موائمة بين الموازنة وبين البردامج الحكومي بأولويات التي ذكرتها في جنبة الإصلاح الاقتصادي وضعنا هذا الصندوق الذي يمثل فلسفة جديدة لإدارة الاقتصاد فلسفة جديدة لإدارة موارد الدولة في وضع القطاع الخاص في المقدمة هو المنفذ للمشاريع التي تمثل أزمات للمواطن كالسكن في المقدمة والتعليم وغيرها الحكومة في علاقاتها استراتيجية اعتمدة الدبلوماسية الاقتصادية الدبلوماسية المنتجة ومضينا ببناء هذه العلاقات وفق ماذا يحصل للعراق من هذه العلاقات وعلى هذا الأساس وبعد تفكير وعدات ودراسة أطلق العراق مشروع طريق التنمية هذا المشروع الواعد هذا المشروع الذي ينفذ ويطرح لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية هذا المشروع الذي يحول العراق من دولة حبيسة إلى دولة منفتحة على العالم هذا المشروع الذي يمثل أحد أهم الممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب وسوف يجمع كل دول للمنطقة هذه الفكرة أن تتواجد هذه الدول بشراكات اقتصادية في هذا الطريق هذا اللي أول مرة يطرح الدولة تطرح مشروع اقتصادي حيوي تطلب من دول المنطقة أنه يشاركوها فلسفتنا لإدامة الاستقرار أن نطرح هذا المشروع بدأنا فيه بعمل متواصل حواراتنا مستمرة مع الدول الراغبة الشقيقة والصديقة ومع المؤسسات المالية الدولية يوم بعد يوم تزداد الرغبة تزداد القناعة بأهمية المشروع حتى المشككين بدأ صوتهم يضعف لأنه قد أعذرهم أنه الفكرة مواضحة أو تم تضليلهم بمعلومات مدقيقة المشروع يخدم كل المشاريع التنموية سواء كان في المنطقة أو العالم مع هذه المنجزات بهذه الإمكانيات المتاحة كانت الحكومة حاضرة من خلال أجهزتنا الأمنية في محافظة على استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار والتواصل أو المواصلة في ضرب مجامع الإرهاب في كل مكان اعتمدنا ستراتيجية أن لا ننتظر العدو بل نذهب للعدو في عقر الدارة وهو يتواجد في الكهوف في الصحارة في الجبال نضربه ضربات موجعة ولله الحمد بطولات وتضحيات الأجهزة الأمنية التي تمكنوا من تنفيذ هذه الضربات والتي حافظت على الاستقرار الأمني تجارة المخدرات التي تمثل تهديد كان حضور الأجهزة الأمنية لافت في خلال هذه الفترة لا يخلو يوم من دون الكشف على التجار وعلى المتعاطين والعمل مستمر بالتأكيد هناك ملفات كثيرة منها استراتيجية وطنية للمرأة العراقية 23-30 هذه واحدة من الخطط التي تضع المرأة ضمن استحقاقاتها وتمكينها وتعزيز حقوقها أيضا لا ننسى خليجي 25 وما يمثله من منجز كبير واطلالة على الأشقاء والعالم للوقوف على إمكانية الدولة في تنظيمها كذا بطولة واستقبال جمع غفير من أشقاءنا في الخليج التوصيات قدمناها في ختام التقرير نصف سنوي واستنتاجات ونجمعنا وضع المستهدفات في جميع الأولويات خصوصا ما يتعلق بأولويات الحكومة فريق المتابعة الذي أنجز هذا العمل عمل كبير ويشكر عليه فريق متابعة البرنامج الحكومي سوف يقوم بإجراء مراجعة للبرنامج بالتنسيق مع الفرق الفرعية هذه التفاصيل من البرنامج تم تنفيذها في ظرف لم تتوفر فيه موازنة وبعد إقران موازنة لثلاثة أعوام بعد ما صوت عليها مجلس النواب الحكومة تعكف على دراسة التعديلات والتغييرات التي حصلت وسوف نوافع الرأي العام إن شاء الله قريبا برؤيتنا لهذه التعديلات لهذه التغييرات وما يترتب عليها من التزامات مالية اللي يهمنا أنه إحنا ثبتنا في هذه الموازنة رؤية الحكومة أنها موازنة لثلاث سنوات مما يحقق استقرار اقتصادي ومالي خطوة غير مسبوقة وأقنعنا كل الفرقاء وكل الأخوة والأخوات اللي كان يعدهم ملاحظات وتحفظ تم التصويت على هذه الموازنة بالأغلبية اللي يهمنا أيضا أن نفذ برنامجنا الحكومي واستطعنا أيضا تثبيتها به الرؤية في هذا القانون كان هناك مطالبات وطلبات وإجراءات في مناقلات نحاول ندرسها أضافة نصوص قانونية لم تكن موجودة في المسودة أيضا سوف تدرس وبالتأكيد الهدف هو المصلحة العامة وتنفيذ هذه الموازنة بالشكل الذي يحقق الاستقرار والأمن والرفاهية والخدمات لأبناء شعبنا العزيز شكرا جزيلا